وخلال جولة في العاصمة الإدارية تفقد مدبولي الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز في العديد من المشروعات في إطار هذا المشروع قومي الأملاق وبدأ مدبولي جولته بالحي الحكومي حيث طلع على موقف تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمشروعات التي يتم تنفيذها داخل الحي الحكومي والذي يدم مقر مجلس الوزراء ومباني الوزرات ومقراء مجلسين النواب والشيوخ وكذا موقف عدد من المباني الخدمية الواقعة في نطاق الحي الحكومي إلى جانب مبنى التحكم ومبنى الإدارة والتشغيل ومركز معلومات العاصمة وانتقل مدبولي إلى مشروع حديقة الشعب حيث استمع إلى آخر مستجدات الأعمال بحديقة الشعب ومعدلات التنفيذ بأعمال البنية التحتية التي بلغت نسبا متقدمة ثم انتقلت الجولة إلى تفقد سير العمل في تنفيذ المشروعات السكنية ضمن إطار العاصمة الإدارية الجديدة حيث تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه موقف تنفيذ 64 عمارة سكنية للاستخدام المختلط الذي يجمع السكني والتجاري في الحي السكني الثالث وتفقد رئيس الوزراء الحي R3 السكني الثالث وفيلات ضمن منطقة الفيلات والتاونهاوس بالمجاورة الرابعة كما تعرف رئيس الوزراء على موقف تنفيذ الخدمات المرتبطة بالحي السكني وتضم أسواق تجارية ودور الحضانة ومجمعات المطاعم وعددا من المدارس التي يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص وفي نهاية الجولة أكد مدولي أهمية هذه المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها مشددا على ضرورة الالتزام بموعيد التنفيذ حيث إن هناك تكلفات واضحة من الرئيس السيسي بالالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ وكذا جودة التنفيذ